بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 3 isolated footing إن شاء الله في بارت 13 هنتكلم على rectangle footing design بتاعها الخطوات بتاع التصميم مبدئيا لازم تعرف إمتى نفكر نعمل rectangle footing rectangle footing هي isolated footing زي ما احنا تعلمنا في الأجزاء السابقة ليها طول ولها عرض إمتى أفكر أعملها أعملها لما يبقى عندي العمود مستطيل عمود مستطيل يبقى أبتدي أفكر أن أنا أعمل rectangle footing لكن ده مش شرط بمعنى إن أنا لو عندي ممكن يبقى فيه عندي square footing والعمود بتاعي rectangle أو العكس يعني عندي عمود square لكن القعدة بتاعتي rectangle حسب ظروف الموقع بتاعي في منها بتبقى flat الشكل ده أو بسموه footing with constant sections وفي عندي الشكل الشكل اللي هو الpyramid z أو الشكل الهرمي اللي قدامي elevation بتاعه دوت طيب لو عايزين نعمل design بتاع rectangle footing الخطوات هنقول أول حاجة لازم يبقى عندي شوية معطيات given لازم يبقى موجود net allowable bearing capacity of soil اللي هي الq net allowable لازم يديني yield stress of steel اللي هي ممكن تكون 3600 أو 4000 kg على السنتيمتر المربع والكاراكترستيك compressive strength distance of the concrete اللي هي fcu ممكن تكون 250 300 350 and so on kg على السنتيمتر مربع ومجيني حمل العمود ومقسات العمود المستطيل اللي هي p column ومجيني سمك الخرصانة العادية بتاعتي طيب إيه بقى الخطوات بتاعة التصميم الخطوة الأولينية زي ما تعلمنا في square footing هنجيب ال loads ال loads هنجيب ال p working اللي هي ال p column زي ما هي و ال p ultimate بواحد ومص في ال p working أو لو هم بدين ال p dead ومدين ال p live يبقى 1 و 4 من 10 في ال p dead زائد 1 و 6 من 10 في ال p live الخطوة الثانية عايز اجيب ال dimensions ال dimensions بتاعتي انا عايز اعرف ال p بتاعة ال rc وال l بتاعة ال rc وال p بتاعة ال bc وال p l بتاعة ال bc طيب أول حالة لو كان عندي تي بي سي اقل من 20 سنتي فبنقول ان ال area بتاعة ال reinforced concrete p working على ال q net تطلع لي ال area هنا هجيب ال area بتاعة ال reinforced concrete بتاعة ال reinforced concrete في ال l بتاعة mean reinforced concrete في الحالة ديت عندي معادلة وفيها مجهولين اللي هي ال l وال b طبعا عشان نسهل على نفسنا المسألة هنحاول نخلي ان الرفرفة في الاتجاه دي تساوي الرفرفة في الاتجاه ده عشان نحل في اتجاه واحد طب الرفرفة دي اللي هي عبارة عن ايه اللي هي عبارة عن ال b بتاعة ال r c ناقص ال b column على اتنين ودي ال l او ال l بتاعة ال reinforced concrete ناقص ال l column على اتنين وهنا المسافة دي قد ايه ال b بتاعة ال reinforced concrete ناقص ال b column على اتنين يعني ال l بتاعة ال r c ناقص ال l column على اتنين بي أر سي نقص ايه بي قولم على اتنين يبدي معادلة تانية عندي معادتين في مجهولين أقدر أحلهم مع بعض وطلع لبي أر سي وطلع لبي أر سي طبعا لازم نقرب القيم دي لاقرب خمسة سنتي بالزيادة يبقى أنا طلعت لبي أر سي و بي أر سي عايزة أجيب لبي أر سي يبقى بتساوي لبي أر سي زائد اثنين تي بي سي و لبة أر سي بيتساوي LRC زائد 2TBC يبقى أنا جبت الديمينشنز بتاعتي. الكلام ده كله في حالة ان سمك الخرصانة العادية اقل من 20 سنتي. اما لو كان سمك الخرصانة العادية اكبر من او يساوي 20 سنتي زي ما تعلمنا هيبقى الشغل بتاعي على الخرصانة العادية يبقى الاريا بتاعتي بتاعة هي البي ووركينج على الكيونيت مين الاول. الاريا دي بتساوي ايه? بتساوي البي بتاعة البي سي في ال L بتاعة البي نفس المشكلة عندي معادلة واحدة هيك ومجهولين معرفش البي ومعرفش مين ال L طبعا يبقى ها بتجي اجيب نفس المعادلة اللي احنا قلناها بس على الـ plane concrete L بتاعت الـ plane concrete نقص الـ L column بتساوي الـ B بتاعت الـ plane concrete نقص الـ B column على مين على 2 يبقى أنا عندي كده في معادلتين في مجبولين أقدر أطلع الـ B بتاعت الـ plane concrete والـ L بتاعت مين الـ plane concrete عشان مقاومة الشد فيه الخرصانة العادية لازم نحسب بقى الـ CBC وتعلمنا برضك ان ايه هي الـ CBC لو انت عندك دي الخرصانة العادية ودي الخرصانة مسلحة وده العمود يبقى الحتة دي اللي احنا بنسميها الـ C-A-B-C او الحتة دي اللي اسمها الـ CBC طب اجيبها ازاي عشان اجيبي المقاسات بتاعت الخرصانة العادية المسلحة اسف الـ CBC بتساوي الـ TBC في 1.33 على الـ Q-NIT اللابل يبقى طلعت الـ CBC جبت الـ CBC يبقى اقدر أضغب BRC بتساوي الـ B بتاعت الـ plane concrete نقص الـ CBC والـ L بتاعت الـ reinforcing concrete بتساوي الـ L بتاعت الـ plane concrete نقص الـ CBC يبقى انا كده جبت الـ dimensions بتاعت الاعداء اللي هي الـ L-RC والـ B بتاعت الـ RC وكمان الـ L بتاعت الـ BC والـ B بتاعت مين الـ B-C طبعا الكلام ده بيبقى اسهل لما بنعمله بالشكل ده ويبقى لنا الحرية ان احنا نقدر نجيب الـ dimensions بي المعادتين دولت لكن في بعض الحالات ممكن تبقى انت مكبر بمقاس معين يبقى عادي جدا بقى عندك الـ B تقدر طلع الـ L او عندك الـ L تقدر طلع الـ B بس في الحالة ديت هتضطر تحل المسألة في الاتجاهين عشان ابتدي اصمم وطلع حديد في الاتجاهين مختلفة عن بعض عشان هتبقى الرفرفة في الحالة ديت ملا تساوي الرفرفة في الحالة ديت وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الاجزاء القادمة شكرا